ثم انه تجد انه امور كتيرة بتحصل ومش هقولك يا سيدي المشروعات الكبيرة العظيمة اللي بتجرى في مصر لكن دايما فيه مشروعات بتجرى وحاجات كده تلاقيها متعلقة بالناس اللي مخاه شغال شغال في ايه؟ ما تيجي انطور في بلدنا انطور في بلدنا في ايه المرة دي يا عم يوسف؟ اقولك انطور في بلدنا بحاجة اسمها كايروبايك احنا لما بيجي نسافر بره في بلد اوروبا ولا في الولايات المتحدة الامريكية ولا كندا فساعات كده بنلاقي زي موقف صغير شايف ابص عمورة ما شاء الله عليه على طول عمر زكريا جاهز سيبنا انطور انا عمورة اصبر ودني ودني حبيب عمور تلاقي الموقف اللطيف يا ابني اسكت شوي تلاقي الموقف اللطيف الظريف ده كده حاجة كده محطوط فيها عجل بره حلو بتاخد العجلة وتسوقها وانت بكده كده بتبقى محدد المدة اللي انت هتستخدم فيها العجلة طب بعد كده هل هرجعها مكانها مانطلعت مشوار لا لا خالص هتلاقي في كل المناطق مكان برضو تركن فيه العجلة يعني انت مثلا هنفترض رايح مثلا من منهات لبروكلين فهتاخد العجلة وهتسوقها لحد بروكلين خلاص انا مش محتاجة بتركينها هناك وبتعمل لها لوك وكل سنوات طيب بتتقفل خلاص كده تربست ميتفول بقى عندنا ده في مصر حاجة اسمها كايروبايك طيب استخدام الساعة قد اي ما يجي يقولك ايه ده ممكن تبقى غالية جدا استخدام الساعة جنيه يعني هتاخد بعضك تطلع مشوارك وتركن العجلة في المكان اللي انت رايحه هتلاقي هناك الستاند بتاع العجلات او المكان اللي تركن فيه او الموقف بتاع سميها زي ما تسميها ايه المهم حضرتك طالما شايف ان مشوارك ساعة هتدفع الجنيه هتاخد العجلة هتتوكل على الله وتركن عجلتك وتمام التمام منها وسيلة مواصلات اظن ما فيش ارخص من كده منها ركوب العجل رياضة منها قللت التلوث منها قللت الزحمة انت هتوصل اسرع بالمناسبة تعارف الناس بره بيركبوا العجلة لانه بره في مدن بتبقى معروفة بانها شديدة لازدحان فنيورك على سبيل المثال زحمة جدا 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 الى ابعد الحدود او عمر سيقولك هولند يعني الدنيا هناك زحمة فبيبقى ساعات كتير جدا اسهل لك تمشي اسرع لك تمشي او تركب العجلة من انك انت تسوق عربية او تركب تاكسي اسرع وارخص طبعا طبعا الحمد لله اصبح في عندنا مشروع زي ده ده كايرو بايك بكرا يبقى فيه الكس بايك بعده يبقى فيه السيوت بايك بعده يبقى فيه اسوان بايك وهلوم مجرة النوع ده من المشروعات بالمناسبة مشروعات فعلا كويس اولا هتساعدك انت صحيا هتسهل عليك التحرك هتسرع عليك عملية الانتقال انا اشجع الكل كل اللي فيه صحة يركب عجلة اهو عندك حاجة زي كايرو بايك احنا لسا بنتكلم على نطاق القاهرة بتاعتنا بكرا هذا المشروع انتشر اول ان شاء الله